بخصوص المرسوم الذي تمت المصادقة عليه اليوم هو مرسوم يتعلق بالملائمة مع التغيير اللي عرفوا القانون 44-14 المتعلق بيتقديم العرائت أولا العدد في القانون السابق كان كبير عندما باليوم فقط 4000 توقيع ومشي بالضرورة أنها تكون توقيعات ورقية حتى لو كانت توقيعات إلكترونية وهذا هو اللي كان نخدم عليه باش إن شاء الله بوابة الإلكترونية المتعلقة المتعلقة بالشراكة بالديمقراطية التشاركية تعطي هذه الإمكانيات ثانيا هو أنه ما بقوش الناس ملزمين أنهم يجيبوا ذاك البطائق البطاقة لكارت ناسيونال ورقة فوق ورقة وهذه الملفات وكذا يكفي أنه فقط الرقم ديال البطاقة والتاريخ ديال الانتهاء الصلاحية أيضا أعطينا الإمكانيات لهذا النس اللي غادي يقدموا العرائض يعطينا للنجنة واحد الأجل لأن الذي يقع هو أنه في المرسوم السابق كان ثلاثين يوم الذي يقع هو أنه باش توصل العريضة وباش تأكد من المعطيات ديالها من ناحية الشكل كتكون جوزي بالتاريخ وبالتالي كتكون يعني خارج الأجل القانونية وفي حالة إلا كين عرائد مختلفة والنجنة واحدة يصعب تحقق من هذا العدد ديال لهذه المعطيات كلها فأعطينا هذه الإمكانية مددناها نسبيا لكن أعطينا الإمكانية للناس اللي طالبين أو المقدم والعريضة على أساس أنهم يستفدوا من هذا شيء ديال التكنولوجيا وما يتنقلوش يعني بهذا الشكل هذا اللي يطلبوا أحد العدد ديال الوثائق ده بالآن الحصيلة الحصيلة للأسف هي حصيلة نقدر نقولك ضعيفة جدا لا يتم اللجوء إلى تقديم العرائض وهذا بالنسبة لنا أعتقد بأنه مدعونا جميعا لا مجتمع مداني ولا وزارة معنية ولا البرلمان بغرفته أننا نفكر في الإمكانية التحفيزية باش نحفز جمعية المجتمع المداني والمواطنين أنهم يقدموا العرائض باش؟ أولا تكون واحد الجدية واحد التعامل الإيجابي مع العرائض الغص العريضة اللي يجد كيفما كان نوعها ندعمها باش النس تقف هذه الآليات من الآليات ديال أنهم يوصلوا الصوت ديالهم وتكون واحد لتحقيق لهذا المطالب الموجودة داخل هذه العرائض ثلاثة هو نشجع الجمعيات على تكوين في هذا المجال وهذا هو اللي عملنا داخل الوزارة حيث تطلقنا واحد طلبات العروض لفائدة الجمعيات التي ترغب في تقديم برامج عملنا واحد تجربة على مستوى رباط مع جمعية معروفة بخصوص الملتمسات أيضا باش كلها جمعية جمعية على الأقل تكون عندها واحد المساهمة في التحسيس وفي التوعية بأهمية هذه العرائض رابعا وهذا هو اللي بالنسبة لي بتقديري المتواضع مهم هو أنه هاد الشركاء الثلاث المعنيين في هذا الموضوع اللي هي الحكومة ومجلس النواف ومجلس المستشارين محتاجين أنهم يكتفوا من العمل المشترك باش هاد العرائض هاد يتوصل وتحقق المبتغدية لها لأن هذا سيخفف على الفاعل العمومي ويخفف على الجمعية أنها توصل الصوت ديالها بهذه السهولة فهبطنا العدد اللي ولدها الآن ربع علاف لأن العرائضة ستكون عندها واحد جدية يكونوا مراهشي ناس طبيعي جدا العدد كان كبير هبطنا الآن ربع علاف قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجاب ترجمة نانسي قنقر